موسيقى بعد قرار ديال مكتب مجلس النواب بالموافقة على طالب لجنة العدل وتشريع وحقوق إنسان التي توصلت بمجموعة طلبات العديد من الفرق لتشكيل مهمة استطلاعية للوقوف على أوضاع بعض المؤسسات السجنية تم تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية وشرعنا عمليا في زيارة بعض المؤسسات السجنية المهم في هذه المهمة الاستطلاعية هو أننا درناوح المنهجية جديدة منهجية لا تقتصر على فقط زيارة المؤسسات الاستطلاعية ولكن أيضا عقدنا لقاءات مع رؤساء الجماعات الترابية المعنية مع النقابات المحامين مع الجمعيات الحقوقية مع اللجاء الجهوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان استهلين كل هذا العمل ديالنا بلقاء مع المندوب العام لإدارة السجن وإعادة الإدماج وهذه مناسبة لنوه بالتعاون المتمر للمندوب العام لإدارة السجن وإعادة الإدماج مع هذه المهمة الاستطلاعية بادئنا بسجن تلال بمكناس وقمنا بزيارته تلاتة أيام وقفنا على أوضع هذه المؤسسة السجنية في الأسبوع الماضي قمنا بزيارة السجن المركزي مولبرقي بمدينة آسف وكانت فرصة للطلاع على الإشكالية الهيكلية التي تعاني منها يعني التي تعاني منها الوضع السجني في بلادنا الجديد في هذه المهمات الاستطلاعية هو أنه انطلاقا من قناعة بأنه يعني الوضع السجني هو مسؤولية جماعية قمنا بمراسلة القطاعات الوزارية التي نص عليها حال عليها الظاهر المحدث للمندوب العام لإدارة السجن وإعادة الإدماج وهنا لا يمكن إلا أن أنوه بتجاوب بعض القطاعات الحكومية التي تجاوبت معنا وعقدنا معها لقاءات وفي مقدمتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وزارة العدل ووزارة الأوقاف والإسلامية ووزارة الشيبيب والرياضة في حين مع كامل الأسف ما زلنا ننتظر تفاعل قطاعات يعني حكومية أخرى هي معنية بواقع المؤسسات السجنية بحكم القانون سواء القانون المحدث المندوبية وقانون المسترى الجنائية الذي ينبغي أن أؤكد عليه والمهمة لم تنتهي بعد يعني غدا سنقوم بزيارة سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء وفق ذات المنهجية زيارة المؤسسات السجنية اللقاء مع نقابة المحامل اللقاءات مع الجمعية اللقاءات مع الفعاليات الحقوقية للاستماع لأنه لا نريد لتقريرنا أن يكون تقريرا وصفيا ولكن نريد أن نقدم من خلاله رؤية وأفكار لمعالجة مجموعة من الإشكاليات التي تعاني منها المنظومة السجنية في بلادنا هذه المهمة استطلاعية تتكون من 13 عضو من مختلف الفرق النيابي عضو وعضو من مختلف الفرق النيابي نشتغل ولله الحمد بانسجام كامل وبتعاون متمر مع المندوبية العامة لإدارة السجن وإعداد الإدماج التي سهلت المأمورية وبهذه المناسبة لا يمكن أن أجدد تنويه بتعاونها وأدعو في نفس الوقت القطاعات الحكومية التي لم تتجاوب مع دعوة المهمة استطلاعية إلى التعاون لأن القناعة التي تحركنا كما أشرت في هذه المهمة استطلاعية هو أنه نهوض بالواقع السجني في بلادنا هو مسؤولية جماعية ويطرح العديد من الأسئلة والعديد من الإشكاليات رئيس للمهمة استطلاعية لا يمكن أن أستبقى نتائج تقرير نهائي للمهمة استطلاعية ولكن ما يمكن أن أشير إليه هو ما دائما كل سنة نتداوله في الميزانية الفرعية المناقشة المندوبية وبعض الإشكالية الهيكلية المعروفة لدى الجميع المشكلة لها الاكتظاد الاعتقال الاحتياطي قلة الموارد البشرية الميزانية المرصودة علما أنه يجب أن نؤكد أيضا بأنه الوضع السجني في بلادنا مقارنة بمراحل سابقة عرف تطورا هائلا وكبيرا بعد إحداث المندوبية العامة لإدارة السجن وعادة الإدماج وهذا كان قرار ملكي سامي لا يمكن إلا أن نعتز به هو أن هناك حرص ملكي كبير على أنسنة السجون على الاهتمام بالسجناء باعتبارهم مواطنين ومواطنات والعمل الذي يرعاه جلالة الملك من خلال مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء في بلادنا لذلك الجواب هو أن بلادنا عرفت تطورا كبيرا على مستوى الوضع السجني في بلادنا مقارنة بالوضع الماضي ولكن بطبيعة الحال ما زالت هناك ملاحظات لتهم العديد من الفاعلين والتي تقتضي تدافر جهود في بلادنا قصد تطوير الوضع يعني وضع مؤسساتنا السجنية وقصد دمان آليات إعادة إدماج يعني السجناء في المجتمع ما تنساش تابنى فلاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هزبريس ترجمة نانسي قنقر